انهيار مبنى يترك عاملين في عداد المفقودين في النمسة العليا المتهم في قضية حفلة تيلر سوفت اعترفة تحت ضغط الخوف رئيس شرطة فينة يرفض نشر الجيش النمسوي بالمدينة الحكومة تعيد النظر في تعديلات مشروع قانون مصادرة الهواتف صرع محموم على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية واخيرا حزب الشعب يرفض التحالف مع هيبة كيكل مرحبا بكم فين اشرت الاخبار على النمسة ميديا لهذا اليوم توقفت عملية انقاض مفاجئة في مدينة شاردينج بالنمسة العليا بسبب خطر انهيار مبنى في ملازال شخصان مفقودان تحت الانقاض واتخذت السلطات قرارا صعبا بتعليق البحث بسبب تهديد كبير منهيار المبنى وذلك بعد ان بدأت عملية الانقاض بمشاركة كبيرة من فرق الاطفاء والشرطة وفرق الانقاض بعد ان انهار صقف مبنى خلال اعمال بناء في ساحة المدينة مما ادى الى دفن عدة اشخاص واوضح قائد فريق الاطفاء ماركوس فورتنا ان الخبراء يحللون الوضع لكن الدخول الى المبنى حاليا غير امن معبرا عن قلقي بشأن فرص نجاة المحاصرين افادت اخر التحقيقات بان الشاب الذي يشتبه في تخطيطه لهجوم ارهابي خلال حفل المغنية تيلر سوفت في فينة يعاني من مشاكل نفسية خطيرة واوسط لجنة المساعدة القضائية للشباب باجراء تقييم نفسي شامل لحالته حيث ان الشاب الذي يعتقد انه من اتباع تنظيم داعش كان يعيش في عزلة اجتماعية ويعاني من ادمان دواء مضاد للصرع والكنب مما ادى الى هلاوس وجنون الارتياب ومنذ اعتقاله يخضع لعلاج نفسي حيث نفى صلطه بالتنظيم واكد ان اعترافاته الاولية كانت تحت تأثير المخدرات والخوف من الشرطة رفض رئيس شرطة فينة جيرهات بورسل نشر الجيش النمساوي في العاصمة لمكافحة مافيا تهريب البشر والجريمة موضحا ان الشرطة تسيطر بالكامل على الوضع الامني جاء ذلك ردا على طلب من حزب الحرية اليمني الذي يتصدر استطلاعات الرأي للاستعانة بالجيش واكد بورسل ان الاقتراح غير واقعي وغير قانوني مشيرا الى ان الجنود يفتقرون للتدريب اللازم للتعامل مع هذه المهام واعتبر ان هذه المبادرة قد تكون جزءا من الحملة الانتخابية للحزب منطحا ان استخدام الجيش يقتصر على مهام محددة مثل حراسة الممتلكات وفق القانون الحالي عدت وزارة العدلة النمساوية مشروع قانون جديد بشأن مساطرة الهواتف المحمولة ورسلته الى حزب الشعب للمراجعة وآلنت وزارة الشؤون الدستورية بكيادة كارولين ايدي شرطلة ان المشروع جاهز منذ نهاية الاسبوع الماضي ويتوقع اقراره قبل الانتخابات المقبلة ويأتي هذا التعديل استجابة لحكم المحكمة الدستورية النمساوية التي رأت ان القوانين الحالية تنتهك حق الحياة الخاصة وقانون حماية البيانات وبموجب التعديل يتطلب مصادرة الهواتف او اجهزة الكمبيوتر مفاقة قضائية مسبقة وتحدد فئة البيانات واهداف التحقيق وقد قامت وزيرة العدلة المزادش بتمديد فترة المراجعة التي تتضمن رقابة مشددة على تقييم بيانات الهواتف اظهرت احدث استطلاعات الرأي في النمسا تقدم حزب الحرية اليمينية بنسبة 27.1% متفوقا على حزب الشعب النمساوي الذي حصل على 23.7% في حين جاء الحزب الاشتراكية الديموقراطية في المركز الثالث بنسبة 21.1% وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب الشعب الذي يتزعم الائتلاف الحكومي الحالي جاء في المرتبة الثانية بفارق كبير عن حزب الحرية بينما حل الحزب الاشتراكية الديموقراطية في المركز الثالث متأثرا بالاضطرابات الداخلية التي يشهدها الحزب والتي أثرت سلبا على حملته الانتخابية وأداءه في الاستطلاعات الأخيرة استبعد المستشار النمساوي قال نيهما تشكيل تحالف حكومية مع حزب الحرية اليمينية بزعامة هابة ككل عقب الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 سبتمبر وأوضح نيهما أن حزب الحرية غير مدجانس ويصعب التفاوض معه معبرا عن شكوكه بشأن دقة الاستطلاعات الرأية التي تشير إلى تفاوك الحزب وأكد أن هدفه هو الفوز بلمركز الأول لتشكيل الحكومة المقبلة التي ستركز على تعزيز الحوافز الاقتصادية وزيادة الاستثمار كما أشار إلى أن الموزنة ستشهد تغييرات لتحقيق ووفورات مالية وأكد التزامه بالمعايير البيئية العالية رافضا أي زيادة في الإعلانات التي قد تضر بجهود مكافحة التغير المناخي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي السعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة